بسم الله الرحمن الرحيم أتمنى إن شاء الله جميعا بخير وعافية نستكمل الجزء الثاني من المحاضرة لطريقة التكامل بطريقة اليو دي في أو باي بارتس قلنا بالمحاضرة السابقة قلنا إحنا عدنا هاي القاعدة قاعدة التكامل إذا كانت دالة عدة قابلة للاشتقاق في داخل التكامل مضروبة في دالة قابلة للتكامل بشكل سهل ممكن تطبيق قاعدة أو طريقة اليو دي في وقلنا هذا التكامل معنا رح يساوينا اليو في الفي ناقص الفي تكامل الفي ديو طيب حسا إذا ما نحلت بخطوة وحدة يعني شونو ما نحلت بخطوة وحدة يعني أحيانا تجيك مو أكس في كوساين ولا أكس في إي تو تباور أكس لا تجيك أس ثلاثة أس ثلاثة أس ثلاثة شنسوي طلعونا فالطريقة حلوة هي نفسها احنا ما عدنا مشكلة بس تبسيط للقضية سموها الطابولار ماثود طريقة الجدول أو الجدولة هي نفسها بس نسويها على شكل جدول طابولار انتغريتينج باي بارس شلون حسا لو عدنا هذا اللي أخذنا تكامل إي أكس أس ثلاثة في إي تو تباور أكس دي أكس حسا رح نحلها بالطريقة اللي احنا تعلمناها بالكلب السابق شراح نفرضيها القابل للاشتقاق عرفتوا ليش قلت لكم قبل شوية أخذت الأكس بالكلب السابق ما أخذت هذا لأن هذا راح شنو نقدر نشتقى أكثر من مرة بينما هذا من نجين كامل وهذا يبقى عدي رح يسبب لمشكلة قد مستمر حسا هاي سهلة ممكن بس غيرها ستصبح صعب طيب وليش راح أطيكم سر بنهاية هذا المثال الآن بالطريقة الاعتيادية نفرض U X كيوبيك وال D V هو إي تو تباور أكس ونطلح ال D U ونطلع ال V طلعنا هنا نطبق القاعدة نقول هذا راح يساوينا U V ناقص تكامل V D هذا التكامل بعد مين حل بقاعدة مباشرة وإنما أيضا بالطريقة وبيع طريقة دالتين مضروبات واحدة قابل اشتقاق واحدة غير قابل واحدة قابل التكامل إذن أيضا بال U D V نجي نطبقها مرة ثانية هم لت U ثلاثة X تربيع D V U D V ساوي نعتد باور X D X هم راح نطلحه ونجي نطبق مرة ثانية هذا الحد نفسه ناقص هذا التكامل اللي هو ال U في ال V ال U في ال V هاي ال U في ال V خليناها ناقص لأنها أصلا ناقص اوكي هنا شانت البيناتين القاعدة تقول ناقص تكامل بس عدي ناقص ناقص في الناقص صارت زاد 6 X E to the power X هذا ينحل بقاعدة مباشرة لا أيضا نستخدم كون طريقة إذا نستخدم طريقة أيضا طريقة ال U D V أيضا راح نفرض يومرة ثانية 6 X في D V E to the power X D X وبعد ذلك ال D V أيضا نطلع ال V راح مرة ثانية نشيل هذا ونعاوض مكانه فرح يصير عدي احنا زائد ناقصها ال U V ناقص هذا الحدود طبعا ناقص من العبي هنا نزلا لأننا نحجع لهذا التكامل المتبقي راح تطلع 6 E to the power X D X هذا نقدر نطبقي هذا 6 ثابت مشتقة الأسماء اللي موجودة إذا نطبق التكامل مباشرة ننشيل هذا نعاوض مكانه راح يطلع النتيرة شوفوا كم خطوة سوانا هي نفسها ال U D V ما سوا نشي بس شم خطوة وين وصلنا للأخير شوفوا من وصلنا أنه بعد ماكو X حل أها يعني مو بس أختار الدالة القابلة للإشتقاق هذا السر لا أختار الدالة القابلة للإشتقاق وقابلة للتلاشي يعني بمرور الإشتقاقات تساوي صفر مو مثل دالة هاي كل ما أشتاق هي نفسها كل ما أشتاق هي نفسها ما راح تتلاشها إذا كانت عدي الأسس مواحد معناها شنو كون أختار الدالة القابلة للإشتقاق وقابلة للتلاشي بحيث ممكن أوصلها للصفر أوكي شباب هو هي هاي أصلا فكرة التابللر انتغريشن راح أحل هذا المثال بنفس السلوب لكن بطريقة التابللر انتغريشن شا سوي أسوي جدول U و D V من هي ال U الدالة القابلة للإشتقاق وقابلة للتلاشي لا تنسون قابلة لأن توصل للصفر تتلاشة هنا أشتاق الصر أس 2 أشتاق الصر أس 1 أشتاق الصر أس 1 أشتاق الصر ثابت وبعدين ثابت يصر صر أس 0 إذن هاي الأختار أوكي رأسا ن U X3 D V H2PXDX أجي أشتاق أستمر بالإشتاق أستمر هنا وهنا أكامل هنا أشتاق وهنا أكامل أستمر مشتاقة لل X3 E3PXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD أيضا هاي المربع قطر هذا هذا في هذا حد الثالث هذا في هذا حد الرابع هذا في هذا زيان أدري هاي حدود بيناتنا الإشاير يقولون تبدو بالبزاتف وتتعاقب على النغاتف يعني الحد الأول رح يصير زائد x3 ناقص 3x زائد 6x في e to the power x ناقص 6 في e to the power x هذا الجواب رأسا بدون ماكسة نفرض u و dv مجرد عبارة عن جدول نسوي أوكي شباب وهذا لو تلاحظون الكليب بالقبلة رح تشوفون نفس الجواب ناقص مثال ثاني x3 cos2x dx من u عفيا اللي تتلاشى إذن سوي جدول نختار u هي x3 و dv cos2x نجي نشتق نستمر بالشتق مشتقة u شنو 2x تربية تكامل cos2x شنو sin2x ونقسمها على مشتقة الزاوية شنو مشتقة الزاوية 2 سيقول لي ليش اقول لي أن هنا من أجلية اختارتها dx cos2x dx dv المفوضة اقول مشتقة الزاوية شقد 2 2 مضروبة لا ما مضروبة فلاش راح أسوي أضرب بال2 وقسم على 2 خارج التكامل مرده كامل تمام معناها بالنخير أقولي cos2x قاعدتها تقول sin2x هاي sin وهذا النص الخارج وهكذا بقية الخطوة مشتقة 3x تربيع 6x مشتقة sin2x وقبلها ننصف أيضا نصف cos2x بالمينس نصف في نصف صارت ربع أوكي أو هاي مشتقة 6 وهكذا 1 على 8 وبالنسبة لنوصل للصفر هاي مشتقة تكاملها 1 على 16 cos2x اش قلنا الآن أقطار أوكي شباب أقطار هذا في هذا الحد الأول هذا في هذا الحد الثاني هذا في هذا الحد الثات هذا في هذا الحد الرابع خلاص نوصلنا للصفر الأول positive الثاني negative الثالث positive الرابع negative نجي نكتب هن طلعت الحل مالتنا نصف x3 x2x وناقص ربع ناقص في الناقص صارت زائد ربع ثلاثة x3 cos2x هاوياها زائد في الناقص ناقص صارت ناقص 6x وعلى 8 x2x وهكذا الحد الرابع وهي لكم homework card وأتمنى إن شاء الله هاي الجدولة سهلة عليكم شكرا لكم وانتهت المحاضرة لهذا اليوم ونسألكم الدعاء